السلام اهلا وسهلا تنتمنى كل شي يكون بخير على خير كيف دير الجو عندكم تنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال اليوم ان قد كيكا هنشاركها معكم اول حاجة نيمونة هن نحقوها هكذا نحقوها ثم نحقوها ونعصرها ثم نضيفها ليمونة نضيفها ثم نكمل الحكو ونعصرها ونكمل معكم هذا من بعد تطلقات ليمونة سنعصرها كده ما؟ ثم أضع الليمون في كيكا تيجي زوية نضع الليمون في كيكا هنا نضع الليمون في كيكا ثلاثة ديال البادات هنا نضع سنيدو سوفكار سنيدو كس ثلاثة ديال البادات نضع لزيجا وطلق السيقال ثلاثة ديال البادات انا نضع نضع ثلاثة ديال البادات نضيف كأس زيت نباتي وكأس حليب سوف نضيف الليمونة ونضيف الخامير الكيموية نضيف السلطة ونضيف السلطة نضيف السلطة المصنف ونضيف السلطة فرص و السميدة لا تقوم بفرص نضيف الكسان و هنا سميدة كأس من السميدة نحرك هذا الشيء و نرجع نكمل هنا من بعد ما اطربت الكيكا لدي هنا شوكولات نضيفه هكذا نضيفه 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 أضع هناك زبيب نضيف 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 أحاول أن نجلع بمسحقة إلا كان شيء جانب لصق الشكل جزوي نرى ماذا ستنزل هيا نزلت بسهولة نحيد هذا الورق مجددا نقلبها بشوية لكي لا تشتج مجددا نقلبها بشوية نقلبها بشوية نقلبها بشوية نقلبها بشوية نرى لكم الشكل من الداخل مع فاعد كل قطع التعزبيب تأتي الشكل جزوي تركي الشكل جزوي هيا تتفرطت واحد شوية لن يجب ان يكون مشكلة بشوية تقلبها لدينا عمل تبقى السخونة تقتل على تقتل كيف يمكن أن تقلبها أكتب تنتمنى هذه الوصفة من الاعجاب لكم وتجربوها مع السلامة الى فيديو قادم لا تبخلوش عليها بشي لايك وبشي تعليق ومع السلامة